موسيقى صباح الخير وانهاركم سعيد من ال LBCI لليوم السبت 24 أب قبل أن تفيق الرويس من هول صدمتها وقبل أن تصل الأجهزة الرسمية إلى الرؤوس المخططة والمنفذة ضرب انفجاران متزمنان عاصمة الشمال مستهدفين جامعين تشرف عليهما هيئة العلماء المسلمين وهما جامع السلام وجامع التقوى بفارق لا يتعدى الدقيقتين موقعة أكثر من 45 شهيدا من المواطنين العزل ونحو 500 جريح وفتح الانفجاران بازار الاستنكرات والإدانات والتحليلات والاتهامات على مصرعه وشملت مروحة الاتهامات إسرائيل وعملاء النظام السوري والجهة نفسها المشتبه بتنفيذها تفجيري الضاحية وكل من يضمر للبنان شرا وتحدث الجميع عن الفتنة وأصابع الفتنة وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة لمواجهة التحديات وعن رفض الأمن الذاتي في كل مناطق لبنان ضيفتنا اليوم الدكتورة نهل الشهال ومعها نتناول أبعاد تفجيرات طرابلس التي وعلى الرغم من هولها لم تحجب الاهتمام الدولي عن مجزرة الصواريخ الكيموية والإصرار على وصول المفتشين الدوليين إلى الغوطتين للتحقق من استخدام السلاح الكيميائي أهلا وسهلا فيك أهلا بكم بدنا مثل العاد نشوف شوي حركة السير على بعض الطرقات نشوف هنا منطقة الدورة الحركة فيها طبيعية ما في أي زحمة سير كمان أتوسترات جوني الحركة باتجاه الشمال وباتجاه بيروت ما فيها أي زحمة سير بولفار شعر الحلوة المرفأ كذلك الأمر الحركة طبيعية جدا وخفيفة جدا كمان فينا نقول أم نشوف بعتقد هون منطقة ساحة ساسين بالأشرفية كمان الحركة عادية جدا شارع الحمرة حركة طبيعية مع توقف عند التقاطعات الرئيسية كورنيش المزرعة كمان حركة طبيعية جدا كمان لقطة أخرى من كورنيش المزرعة الحركة فيها طبيعية جدا وإلى هنا نصل إلى ختام الطرقات أو بعض الطرقات في لبنان يلي صار بيرحمة رابلوس جريمتين إرهابيتين واحدة استهدفت مسجد التقوى واحدة استهدفت مسجد السلام يعني شو كانوا بيريدوا منفذي هاتين الجريمتين مما حصل؟ أول شيء يعني اللي صار مبرح يدمي القلب وبعتقد أنه أدمى قلوب كل اللبنانيين مش بس أهل طرقات وأنا بعتقد أنه هو بيستهدف كل لبنان يعني رغم أنه المتفجرتين محطوطين واحدة قدام جامع التقوى واحدة قدام جامع السلام مع الرمزية أو الرسالة البشعة يعني لا أعرف كيف العالم تبعث رسائل بواسطة سيارات مفخخة بتقتل من مرق بالطريق من ببيته لكن هو كان محاولة للقول أنه لبنان ليس بمنأة عن يد الإرهاب بالأول وأنه في رغبة بتحفيز الضغاء والثارات والتوترات حتى ينزلق لبنان إلى الآتون اللي موجودة في المنطقة بعتقد يعني الرسالة الأساسية مش قصة جامع التقوى وجامع السلام وهيئة علماء المسلمين ولا الشيخ سيلم راح ولا الشيخ بلال بارودي لأنه طلعت كثير لغمة أنه في رغبة بقتل هذان الشيخين لأنه هنين سلفيين وما بعرف شو مشتركين بأضايا اللي بدي يقتل أي أنسان الإغتيال السياسي الفردي سهل وعلى فكرة لا السيارات المفخة ولا الإغتيال مبدئيا ممكن درقهم يعني مع الأسف هيدولا لا يمكن درقهم إلا بقرار سياسي مش بإجراءات أملية واللي كان حط المتفجرتين مبارح جمعة وقت الخروج من الصلاة ما كان قاصد يقتل الشيخين طبعا لو قتلهم بطريقه كان يمكن بيكون سعيد كان قاصد يروع ويرهب ويدفع الناس إلى انفجار الغضب عندهم وانفجار التهور طيب من هي هذه الجهة برأيك؟ أنا ما بعرف أبدا يعني بالمعنى المعلومات يعني اليوم مش بمعنى المعلومات بس ولكن قلت أنه هناك من يريد إيصار رسالة هناك من يريد زج لبنان في أتون ما يجري في المنطقة يعني من هي هذه الأطراف التي تريد زج لبنان؟ أنت بتعرف أنه الوضع بالمنطقة يعني كتير مستخب خلينا نسميه محتدم يعني وأنه في صراعات من كل شكل ونوع يعني هناك صراع سعودي قطري حقيقي وعلى الأرض وبيبين ببلد مثل مصر هائل هذا البلد وبيبين بسوريا وبيبين بكل المنطقة هذه واحدة هناك أيضا صراع داخل سوريا اللي هي جارتنا القريبة واللي كل ما يحدث فيها يؤثر علينا بين النظام من جهة يلي عم يرتكب الأهوال وبين معارضات مسلحة يبدو لي أكتر وأكتر أنه فيلتة وفوضوية وممكن أنه يأثر فيها الصراع السعودي القطري وأغراض تركيا وأغراض الأردن يعني الاعتبارات الأقليمية وهناك في لبنان مع الأسف من سواء عن سازاجة يعتبر أنه يريد أن يشترك في هذه المعركة يلي إليه كمان بعد غير هيدون الأبعاد سني شيعي على ما يقال يعتبر نفسه أنه معني بالاشتراك بهذه المعركة وهي عن سازاجة وهناك من يستفيد من الاشتراك بالمعركة هناك أموال تدفع في لبنان ومجموعات تغزى في لبنان وهناك أيضا ما يبدو من يعني حرطاءات الأجهزة الأمنية اللبنانية نفسها مع بعضها طبعا كل هيدا بيصير كتير معقد على بلد صغير مثل لبنان وبيصير كتير معقد أكتر لما بخص ترابلوس يلي بدي أقول هون من جديد ومن عند الالبسي للمرة يمكن العاشرة إنه مدينة منكوبة قبل هيدولا الانفجارين الرهيبين هي مدينة منكوبة بالمعنى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمدني هي مدينة ما فيها شرطي سير هي مدينة مبارح لما وقعوا الانفجارين ما كان فيه لا سيارات إسعاف ولا سيارات إطفاء ولا سيارات دفاع مدني وهيدا على طول لا أنا شفتها شي مبارح بعيني أنا كانت قدام مسجد السلام كانوا المواطنين عم بيطفوا بواسطة مريش وعمينقلوا بسياراتهم الجرحة أنجا عم تطلع المي منه أو بواسطة جلونات مي وما كان فيه ولا سيارة للدفاع المدني لأنه مش موجودة بالمدينة ما بدأت الحق توصل من غير أماكن ولا في سيارات إسعاف ولا في سيارات إطفاء حضرت بعد ساعتين إجت من غير محل مدينة ترابلوس مش اليوم هيدا الانفجار فضح الموضوع وخلى حضرتك تشوف بالعين المجرد هيدا البؤس مدينة ترابلوس مدينة متروكة متروكة بالمعنى العميق للكلمة متروكة ولما بتكون متروكة ومختنقة لأنها جنب لحدود السورية لأنها متروكة بهيدا الشكل فممكن ممن كان يعبث فيها ممكن ممن كان يطور أفكار ما بيمشي الحال نحن قبل هلأ من الألبسية أنا شخصيا قلت بدي ترابلوس هيئة وطنية للإنقاذ مش هيئة محلية للإنقاذ مش اجتماع فعاليات ترابلوس لأنه حتى لو كانوا حسنين محدودين الإمكانيات ترابلوس هي المدينة التانية في لبنان فيها نصف مليون زلمي عندها معطيات بالتركيب اللبناني أساسية أن تترك بهذا الشكل المديد والوقح تهمل بهذه الطريقة مع أنه عندها إمكانيات وإنقال تنقبر ترابلوس هيدا تترتب عليه نتائج نحن إن شاء الله يا رب أنه التفجيرين ما يعملوا اللي أصدو اللي عملوهم من وراه يعني استثارة مزيد من الشعور بأنه نحن مزلولين ومتركين ومهملين فإذا فلنا تدبر أنفسنا بأنفسنا مثل ما هو في بعض النغمات بتقول سواء بالأمن الزاتي اللي مثلا حدا مثل حزب الله هائل الإمكانيات ما قادر بالأمن الزاتي يحمي نفسه ما فيش اسمه أمن الزاتي بالأخير أو باللجوء إلى مجموعات أو باللجوء إلى يعني مساعدات خلينا نقول تؤدي كمان إلى نتائج كارثية هل دولة تريد إذا في دولة بلبنان على فكرة أهيان محل لأنه الأد فقير لأنه الأد مهمل لأنه الأد متروك أهيان محل الدولة اللبنانية تجي وتقول أنا حاضرة وأنا موجودة كدولة لبنانية وبدك وموجودة هي ترابلوس بس حاليا دكتوريا مشكلة ترابلوس مشكلة حقيقية وصحيحة ومشكلة كبيرة وعميقة ومستديمة صحيح والواقع والصفتي مثل ما هو ولكن اليوم أصبح لبنان من خلال اللي حكيتي عنه أنه من قد يكون وراء هذه التفجيرات أصبح بالفعل ساحة مفتوحة ولم تعود فقط ترابلوس واحدة الساحة صار كل لبنان هو كل لبنان من الأصل ساحة مفتوحة بس كان تعرفي هذه لعبة التوازنات والرسائل والصراعات هي لعبة دقيقة وخطرة ببلد مثل لبنان أصلا هو بلد منقسام وأصلا هو بلد متوتر وأصلا هو بلد قاعد فوق 15 سنة حرب أهلية وبرجع مصالحة يعني ملتبسة خينا نقول وجزئية أصلا هو مهيأ لحتى حدا يلعب فيه أنا بس بدي أقول شيء بداية قبل ما نحكي بالتفاصيل هيدا شيء مجاني لبنان بيزغروا باللي عم يصير بالمنطقة اللي هو فضيع إذا تدخل بهذا الذي يجري إذا نزلق فهو كريشة في مهب الريح بيدفع هو التمن بس هو ما بيغير شيء بالمعادلات أنا ما وقفت أن يقول هالشي بطرابلوس يا جماعة أول الشيء السوريين اللي بدكم تدعموا الثورة السورية السوريين مش محتاجين لها 10 أولا 15 ولا 200 أولا 500 مقاتل اللي ممكن يجو من طرابلوس أو من غيرها لطرابلوس هيدا واحدة وحتى الشيخ سلم الرافعي أكثر من مرأة اللي بتهمينه بالتطرف الأخري قال لا حاجة في سوريا لمقاتلين من لبنان ولا من غير لبنان هيدا مسألة ليش هالشي لأنه الأمور بتجر بعضها ما ممكن عزل الأشياء عن بعضها بروحوا الناس بنقتلوا هناك بيرجعوا أهلهم بيحزنوا بيغضبوا وبتات يعني فيه أنغرناج بيسموه بالفرنسوي يعني انزلاق وعملية تولد نفسها بنفسها وتعطي نتائج حزب الله متورط بسوريا وهيدا شيء كتير سيء سياسيا سيء أوكي بأسوأ الأحوال فيه ناس بدون يروحوا يقاتلوا بسوريا بدون يجاهدوا بدون يتبرعوا بأرواحهم كمان لا بأس أما لبنان كساحة يلي هو بلد أصلا مأزوم اقتصاديا كله بما في بيروت عاصمته ودرته وإلى آخره ما في أجنبي ما في دمري ببيروت ما في سيح ما في سيح الأوتلات عم تسكر المطاعم عم تسكر لبنان بلد ما عنده بيترول ولا عنده صناعة ولا عنده زراعة بالأخير بالعمق يعني لبنان بلد عايش كان على سلطه بهذا العالم العربي أما وأنه هيدا العالم العربي والعالم جمالا بحالة انفجار فاللي بيعمل لبنان أحسن شيء هو بأنه يضب حاله ويهدى وينقى بنفسه وما يدخل بهذه الأمور هذا لا يمنع الآراء وكل واحد بيقول اللي بده إياه وبيعمل اللي بده إياه عن مستوى القناعات والمواقف والمساعدات واللي بدك إياه أما أنه حدا نحسب أنه موقف بلبنان رح يؤدي إلى تغيير أو حتى إلى فارق صغير في المعادلة السورية ولا اللي بالمنطقة فهيدا وهم كامل ومجاني وبس نحن مندفع التماني بس كيف بدت تقتنع هذه الأطراف المتورطة بوجهة النظر هذه هل تقتنع من خلال اللي عم بتشوفه اليوم من أعمال العنف ومن أعمال إرهاب تجري على الساحة اللبنانية من الرواس إلى طرابلوس وما بعرف وما بتروح لا أنا ما عم بحكي عن تقتنع الأطراف اللي عم تعمل أنا عم بحكي بالأول أنه تتشكل قناعة عامة عند اللبنانيين هيدا مهم لأنه بالأخير مجموعات مرتبطة بأجهزة مخابرات عربية ولا دولية ولا اللي بدك إياه هيدا ما بتقتنع هيدا بتاخد أوامر أنا ما هيدا اللي عم بحكي فيه هنا في صعيد أول في حين تتشكل قناعة عامة هيدا كتير مهم نحن عادة ما يليل نهمله لكن القناعة العامة ببلد معين بمجتمع معين هي مسألة مهمة جدا بصيروا هيدوليك عمل معزول بينما لما بتكون فيه قناعة عامة اسمها أهل السنة ويجب الدفاع عن أهل السنة أو زينب ستسبع مرتين وكل هيدا التجييش الطائفي بهالحالة هيدا ما بتصير هيدا الأشياء هي قناعة عامة بصير المجموعات المغرضة والمجموعات المرتبطة بأجهزة بتقدر تشتغل ببيئة رحبة أنا أقول بالأول نحن خلي نعمل مجهود حقيقي بلبنان فكري وسياسي وأعلامي وكل اللي بدك يعني كل المستويات للقول لبنان ما بيغيروا بيقدموا بيبدل بالمعادلة لا السورية ولا الإقليمية فإذا مع احترام آراء اللبنانيين ومواقفهم وحتى تورطاتهم يا أخي خارج لبنان يجب يعني يكون الواحد عنده حد أدنى بالأخير من الإخلاص لبلده للمحل اللي ولد فيه واللي عم يربي فيه ولده إلى آخره فيجب النقي بالنفس عن طورية لبنان بأفعال مثل هذه الأفعال المجموعات الإرهابية لما بتعمل هذه الشيء ما حدا بقدر يردها يعني بتقدر تردها يمكن القناعة العامة الحرص الحزر الاستنفار العام ولا شك والدولة أيضا طيب عندما حصل تفجير الرويس طلعت الاتهامات بداية لإسرائيل بعدين الجهاديين أو التكفيريين حتى في بعض الناس ذهبوا إلى أقصى حد بالاتهام وقالوا أنه قد يكون النظام السوري حتى وراء هذا التفجير حزب الله قال أنه مواقف قوى 14 أدار تشكل بيئة حاضنة للتفجير الذي حصل في رويس حصلت التفجيرات في طرابلوس هناك من اتهم حزب الله هناك من اتهم النظام السوري جميع وهناك أيضا من اتهم إسرائيل يعني أين الرابط بين هذين التفجيرات؟ أول شي إسرائيل عادي عم تتفرج علينا ونحن عم ندبح بعضنا أنا مني عم برقي إسرائيل طبعا ممكن إسرائيل تؤجج الصراع بس هو الصراع أصلا متأجج مؤجر كفية مشان حتى يعني مشان هيك معلش مش كل ما ضأ الكوز بجرة من نهرب منقول إسرائيل على إجرام إسرائيل وعم تعمل السبعة ودمتها بفلسطين نفسها وبتعمل بالمنطة مشان هيك هيدا موضوع تاني هناك استسهال أول شي هناك برجع بقول الصراع أجهزة على المستوى الإقليمي والعربي والسوري واللبناني أيضا هيدا أمر يجب إدانته يعني برجع بحكي على نحنا شو بيطلع بيدنا نحنا ما فينا نفكك هالتأامرات نحنا قد تكون الدولة وأجهزتها بيقدر يفكك بعض الخلايا الإرهابية ويتابعوها ويليحوها ويعتقلوها ويطلعوا المعلومات حتى الناس تفهم بالأخير بس نحنا فينا أنه ما نقبل أنه لما بيصير تفجير الرواس حدا يفرح بغير منطة ويقول خي وانت أمنى من حزب الله لأنه متورط بسوريا لأنه بالأخير اللي نقتلوا بالروس الناس ولأنه حزب الله ما بيضرر بالأخير حزب الله لما بيصير هذا التفجير بيطلع مظلوم وبيطلع ضحية وبيصير بيقدر حتى يشدد إجراءاته الأمنية واللي بيصير التفجيرات بطرابلوس ما بتتضرر الحركات السلفية ولا السلفين ولا السلفين الجهدين ولا أخير بالعكس بيقولوا شفتوا أنه إحنا اللي معنى حق شفتوا أنه ما في طريق غير أنه ندافع عن نفسنا ونقاتل ونغلبهم في منطق الصراع القبلي حتى لو أخذ تعبير سياسي ولا تعبير مذهبي سائد بالمنطقة كلها بدي أغزيك وأغلبك بدي أكسر راسك بدي أزيلك كمان وهيدي لما بيصير هذا منطق القبائل لما بتتقاتل داحس والغبراء بالأخير هذا دمار وفناء للجميع يعني الارتباط الفتنوي موجود بين تفجير الرواس وتفجير الترابلوس أنا بأعتقد إيه؟ طبعا في مين عم يقول ليش هيدا البلد بده يضل لأنه نحن بالأخير نجحنا وهيدا كان شي رائع أنه على مدى سنتين ونص خربان الدنيا بسوريا ونحن بعد الآخر إلى حد بعيد يعني مطمئنين ففي مين ما عاجبوا هيدا الشي يا أخي ما عاجبوا لأنه برجع بقول في صراع محتدم سعودي بأيد المجموعات السلفية وقطري بأيد حزب الله وبأيد عفوا الأخوان المسلمين وهلأ الأخوان انضربوا بسوريا في مين بدو يمرك بمصر بمصر عفوا يعني أنا ما بعرف ما بعرف أنا بعرف أنه يعني هيدا أمر أوكي لما بتعملوا أجهزة مخابرات لحولها ولا قواتها إلا بالله بس لما بيكون في ناس برأيهم أنه عظيم منيح ياللي صار هيك بطرابلوس أو خلينا نكسر رأس سلفين أو خلينا نكسر رأس حزب الله بهالطريقة هاي لا السيارات المفخخة بالأشرفية ولا بجونية بعيد ألف شر ولا بالنبطية ولا بضاحية جنوبية ولا بطرابلوس ولا ببعلبك ولا بأي محل وبغض النظر عما استهدفت وعما استهدفت يجب أن تدان وأصلا أدينت يعني كل الطبقة السياسية للأمانة اللبنانية أدانت هيدا شيء كلها أدانت بس ولكن كلها وجهت الاتهامات حسب أراء السياسية بعدهم بمزاج أنه عم يلعبوا بالصراعات السياسية أما وأنه الوضع في غاية الخطورة فأنا بعتقد لازم تنضب شوي الحرطاءات السياسية هي تنضب فعلا بقرار ذاتي ولازم نطلع فوق الحرطاءات السياسية ولازم أن يكون عندنا شعور بأنه يجب استنقاذ البلد البلد على كف عفريت فعلا هالمرة وإذا البلد طارت الضوابط اللي لهلأ كانت مأسكته فبالأخير منفوت بشغلة وندفع فيها تمن رهيب الناس عم تموتوا من الجوع أصلا الشباب عم يهجروا أصلا عدد ضحايا اللي بيروحوا بالتفجيرات والدم اللي بيوقع شو منستفيد طيب دكتورة يعني اختيار هذين المسجدين مسجد الطقوة ومسجد السلام يعني هنوي كان بالنسبة للإرهابيين اختيار عشوائي أم أنه فعلا يعني كان يراد من اختيار هالمسجدين يعني فيه رسالة رمزية نعم إثارة مجموعة من الناس بشكل كتير كبير وتقوم بردة فعل غير محسوبة نعم أنا بعتقد أنه فيه رغبة يعني فيه مستويات متعددة أول شي فيه رغبة بالإرهاب بإيقاع أكبر عدد مضحايا حكي درغبة بالقتل درغبة بالقتل وبالدم واستسهال الدم استسهال الدم شي رهيب حتى الإغتيال السياسي الفردي اللي هو بالأخير بيطال شخص يمكن أو اللي معه هو شغل يجب أن تدل بلا رحمة منتقاتل منتخانق منصب بعضنا من دين بعضنا اللي بدكيه بسم واحد يقتل الثاني لأنه مش عاجبه رأيه أو مش عاجبه سياسي هيدا شي هيدا شي بشع ويجب أن ينتهي هذا اسمه إرهاب لما بيطال الناس هيك بالطريق أنا بيتي جنب مسجد السلام يعني أصحابي كلهم وأهلي كلهم عايشين هوني كان برحة قضينا نهار عاما تألفين وأيضا التقو يعني عارف هيدا البشر أطفال شو هيدا شو هيدا همجية وبربرية يجب أن تدان كما الرواس كما غيرها يعني طبعا أكيد أنه كان فيه مقصود قول بأنه مستهدف الشيخين يلي معروفين أنه نيوم الجمعة أو بخطبهم هن شوي متشددين أو بيدعوا للجهاد أو بيدعوا للمشاركة في الجهاد طبعا أنا ما بعتبر أنه هي محاولة لأغتيلهم كانوا بيغتيلوا بطريقة فردية هي محاولة لقول هذا الخط أوكي بنا نضربه بيقدر الواحد خياله يروح لأين ما بدك بيقدر يقول هن نفسه مثل ما قلت هلأ عن الضاحية وعن حزب الله بيستفيدوا من هالشيه ليقولوا نحن المركز أنا معقول أنه اللي عملينا طبعا صحيح بس كمين يعني هوني في يعني عندما يقال مثلا أنه هؤلاء التكفيريين أو الجهاديين سيستهدفون الشيعة والمسلمين والمسيحيين يعني كيف ينطبق هذا القول على استهداف مسجدي الطقوة والسلام هي دي محاولة هي محاولة لقول أنه هيدول هنين يعني أنه أنه هيدي اللي عملة لهاي عم يستخدم كل البيئة المشحونة وكل الخطابات المشحونة من أي جهة عم يستغلها عم يوظفها عم يوظفها أنا مبارح قضيت وقتي عم بدعي أنه إن شاء الله يا رب الشيخ سالم الرافعي ما يكون انخدش أول شيء لأنه حرام وهو ومشيختينين وبينته الناس بعرفون وأصدقائي مثل النبي الرحيم وغيره وطبعا كل الناس حرام ولكن أيضا لسبب براجماتي خلينا نقول لأنه بعد الآخر الشخص اللي من رفعي ضابه بأربعمائة خمسمائة شاب بيتبعوه بأيدوه هيدولا وهو بالأخير فيك تضل تتفاهم معه ورجال مبارح يعني نعم مبارح كان كتير على يعني أخد أنه مواقف ورفض يحكي حتى ما يفوت بأي سجار وبأي إذا لا سمح الله هو إن شاء الله على جنب مين بيضبهم للأربعمائة خمسمائة شاب اللي هنين متابعين لقلوا مؤمنين فيه مين بيضبهم هنين عندهم شعور إنه نستهدفوا إنه نقتل شيخهم وإنه مين بيضبهم في محاولة لدفع غرائز الناس نحو التفجر والغريزة نحن بشر مش حيوانات مفروض إنه الاجتماع الإنساني بيوصل لأنه الناس بتعمل بيناتها قواسة مشتركة كود طريقة للتفاهم أو للصراع لكن ما دون هذه الوحشية العشوائية اللي على فكرة برجع بقول ما بتخدم ولا حدا طيب بإطار كلامك يعني حكيتي عن مسألة الدولة ووجود الدولة بارح مثلا أنا اللي لحظته على الأرض بطرابلوس أمام مسجد السلام وهم مش عم بيحكي أكيد عن أهل طرابلوس كلهم ولكن كان في فئة من أهل طرابلوس أو من سكان طرابلوس عنده رفض لشي اسمه دولة طحيح عنده رفض لرمز أساسي بالدولة هو الجيش اللبناني يعني هذا الجيش ورموا عليهم حجار طهم أمس أنه جيش إيران طهم أمس أنه جيش حزب الله طهم أمس أنه جيش موالي لحزب الله ألقيت عليهم الحجارة والزجاجات اضطروا أنه يطلقوا النار بالهواء وأصيب بعض الناس حتى بالآخر اضطر الجيش أنه ينسحب كيف هذه الظاهرة يعني يجب أن تعالجوا هذا التعبير البداي عن إحساس الناس بأنه هنغرباء عن الدولة حتى تم الاستيراء على ملالة للجيش رفع علي العالم الثورة السورية وعالم التوحيد هيدا تعبير بداي كمان من جديد سازج عن إحساس عميق بعدم الانتماء للدولة اللبنانية وبأنه هيدا الجيش غريب وهنغرب عنه هو غريب عنهم لو كانت الدولة بكل رموزة مش بس بالجيش حاضرة بما يكفي بلبنان عفوا ترابلوس بعتقد أنه هيدا الحادث ما كان بصير بالعكس كانوا الناس بيلجأوا للجيش وبيعدوا تحت جناح الجيش ليحميهم ثم فيه اعتبار تاني وهيدا لازم ينقال لعبة الأجهزة مش الجيش لعبة الأجهزة الأمنية اللبنانية أكتر من اللازم بالتناقضات ترابلسية والناس العاديين البسيطين مش السياسي ومش اللي عندهم معلومات بيقولك وهيدا جهاز المعلومات وهيدا أمن الدولة وهيدا مخابرات شو بتكون عشو عم تلعبوا بأي ساحة عم تلعبوا مشان إيش فالناس بطل عندها ثقة هيدا الاعتبار المهم جدا رح ننتقل صوية إلى ترابلوس مع زمينتنا ريال حداد نخلة اللي هي موجودة حاليا أمام سرايا ترابلوس وياللي عملت جولة برمت فيها على المستشفيات وكمان بأنحاء المدينة لنشوف شوفي عندها مشاهدات وشوفي عندها يعني معلومات عما يجري في ترابلوس هاريك سعيد ليال نهارك سعيد بسام ليال عبد اسمعينين هاريك سعيد نهارك سعيد بسام نعم عبد اسمعين ليال يعني أول شي بداية بالنسبة لعدد الشهداء وعدد الجرحة هل يعني أصبح هناك رقم ثابت في هذا الموضوع وهل لا يزال هناك مفقودين أو جثث لم يتم التعرف إليها نعم بالنسبة لعدد الشهداء بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العدد الأخير حتى الساعة هو 45 شهيد الرقم طبعا مرشح إلى الارتفاع بسبب وجود عدد كبير من الجرحة الموجودين حاليا حتى الساعة بالعينية الفائقة وحالتهم خطرة تحديدا الأطفال أما عدد الجرحة فهو يفوق طبعا الخمسمائة جريح وهو الرقم المتداول هناك جرحة لا يزالوا يصلون حتى الساعة إلى مختلف مستشفيات ترابلوس ومستشفيات المنطقة البترون وزغرتها والكورة وصلنا صباحا إلى ترابلوس هناك هدوء حذر جدا وهناك حالة غضب في الشارع الترابلوس كوى الأمن الداخلي والجيش منتشرين في المدينة هناك حواجز للجيش على مدخل ترابلوس تحديدا على دوار السلام طبعا تم الاشتباه بسيارتين وتبين أن السيارتين لا يحتويان على أي مواد متفجرة ولا أي مواد خطرة قمنا طبعا بجولة على مستشفيات المنطقة عدد كبير من الجرحة كما قلنا لا تزال حالتهم خطرة وهن موجودين بالعينية الفائقة كما قلنا تحديدا الأطفال ولكن الأخطر هو عدد المفقودين أهيلة رابلوس يتدولون أنه هناك 27 فقيد معظم من الأطفال الأهلي حتى الساعة لا يزالون يجولون على المستشفيات بحثا عن أطفال هؤلاء الأطفال لا معلومات حتى الساعة عنهم إن كانوا أحياء أو إن كانوا لا سمح الله طبعا شهداء الهدوء إذن يعوم ترابلوس حاليا لا ندري إن كان الهدوء سيستمر في ظل حالة الغضب الشديد الموجود كل الأطراف طبعا تدعو إلى التهديئة ولكن الشارع الترابلسي غاضي بيقولون لا يجب أن تكون ترابلوس في كل مرة صندوق بريد للقواء الداخلية والقواء الإقليمية إن لم يكن باب التباني واجب المحزن فهناك من يضع تفجيرات على أبواب المساجن إذن نحن ننتظر تشييع الشهداء اللي سقطوا أمس اليوم سيتم تشييع 45 شهيد سقطوا أمس في تفجيري مسجد السلام ومسجد التقوى وبناء عليه سنرى أين ستتجه الأمور في ترابلوس ليال بالنسبة للمفؤودين اللي حكيت عنهم يا ليلتي إنه معظمهم من الأطفال هل هناك أسماء موثقة لهؤلاء المفؤودين؟ لا كلا ليس هناك أي أسماء ولكن المستشفيات اللي يجلنا عليهم أبلغونا أنه عددنا الأهالي لا يزالون حتى الساعة يجلون على كل مستشفيات ترابلوس ومستشفيات الشمال بحثا عن الأطفال والأشخاص المفؤودين ولكن لا أسماء محددة لهؤلاء الأشخاص حتى أن أغلب الأهالي لم يبلغوا بعض كوى الأمن أو الصليب الأحمر عن هؤلاء المفؤودين يقومون بمجهود شخصية بالبحث عنهم شكرا ليال ورح نسمع سوية شهادات لبعض الجرحة يلي سجلنينهم وشهاداتهم عند حصول الانفجار شو قالوا وشو صار معهم؟ ما بذكر غير مشهد والد صغير هو أعلى باب الجامعة والعالم كلها هي وعم تدعس على باب الجامعة وعم تدعس على الولد الصغير يعني صدنا نحاول نخمس هذا الولد وآخر الشي طلع مشقف يعني هذا الولد مظهر كتير كان عصير ونحنا كنا عم نحكي بوقت أنه عم نحكي بانفجار التقوى بصهري أنا متعور رونيك عم دقل له بس أنا عبوله يا صاحبي ساعد أنه معبرة صهري على التليفون بس ما كفينها وطلعت فينا أنا بوجيه رسالي بس للي حط المتفجرة بديله وإن شاء الله بيكون حدا من أولاده أو أهله بقلبها وبيموت فيها بس يشوف الأحساس هذا بس هيك و لو زرمي ما بيعمل هيك لو رجال بس هيك ما بدي وصل أكتر من هذا ولا لا ينتقل من الظالمين ولا يحببنا ببعضنا ويجمعنا ببعضنا كلاياتنا لبنانية غير هيك ما بنقول ومشكيون لأله هدول اللي عم يعمل هالأشياء هالمجرمين هدولا يعني مأساية كتير كبيرة بين عدد الضحايا وعدد الجرحة وعدد المفقودين إذا صح عدد المفقودين يعني والصورة قد تتكرر في مناطق أخرى من لبنانية لماذا ما فيه جهاز جهزة الدولة اللبنانية بيحصي المفقودين معقولة بتفجير الرواس كانت العملية أسرع أكيد كانت العملية أسرع يمكن لأنه البنى التحتية بالضحية الجنوبية أفضل من البنى التحتية ولأنه الدولة موجودة أكثر حتى الدولة حتى الدولة موجودة أكثر حتى حزب الله يعني في فريق موجود فريق واحد موجود رابلوس يعني هلأ شفت أنت نموزج من اللي قالته السيدة ليال بعده الناس عم يفاتشوا هيك هائمين على وجوههم هايدي وضعية اليوم نشوفها نحن بطريقة مكسفة لأنه في التفجيرين رسية وضعية موجودة على طول بطرابلوس تفوت على طرابلوس ما كأنه أنت بتجي من بيروت أنا بروح كل جمع على طرابلوس كأنك رايع على محل تاني بارح بمكان التفجير استغرق الموضوع ساعات لحتى وسط المحققين وبدأوا عملون عم تعطيني أمثلة وبراهين على كيف أن المدينة متروكة وهذا الترك له نتائج تترتب عليه نتائج مباشرة وغير مباشرة ومتعلقة بمزاج الناس ومتعلقة بخيارات الناس وبيحساسهم كيف بدنا نقنعهم للناس كمان بنرجع طرابلوس إلى أمام مسجد السلام حيث حصل التفجير الإرهابي مع زمالتنا رمي درباس نهارك سعيد رمي نهارك سعيد بسام لا إلك ولا ضيفك يعني بسام نحن موجودين مثل ما ذكرت قدام مسجد السلام حيث حصل التفجير يوم أمس يعني عند وصولنا إلى هنا لحظنا الانتشار الأمني المكثف توق أمني فرضته القوى الأمنية حول مكان التفجير يعني من شرطة عسكرية إلى أدلة جنائية التي قامت أو بدأت عملها هذا الصباح بمسح الأضرار الناتجة عن هذا التفجير الإرهابي الذي وقع بالأمس أيضا هناك سيارات تعمل على رفع يعني رفعات تعمل على إزالة السيارات من مكان الانفجار السيارات التي تضررت بفعل هذا الانفجار الذي وقع بالأمس أشير إلى أن يعني طرابلوس استفاقت هذا الصباح على هول الكارثة التي حلت بها يعني مشهد من الدمار الفوضى العارمة يعني الزجاج في الأبنية محطم أيضا هناك العديد من المدنيين الذين أتوا إلى هنا يعني للإطلاع يعني كثب على مجرى هناك العديد من المدنيين الذين خسروا يعني إما سياراتهم تضررت إما خسروا أحدهم في هذا الانفجار في هذه الأثناء الأدلة الجنائية تعمل أو تستكمل عملها في مسح الأضرار نشاهد أيضا يعني شهدنا الحفرة التي خلفها الانفجار وهي يعني قطرها 3 أمتار بخمسة يعني هي حفرة كبيرة نوعا ما الجيش اللبناني ينتشر على مداخل طرابلس وأيضا عند موقع هذا الانفجار يعني كما نشاهدون بسام في هذه الصورة الأضرار في المباني المحيطة في مسجد السلام قرب سانترال الميناء كما ذكرت نشير إلى أن يعني في محصلة نهائية وصل أو بلغ عدد القتلى أو الشهداء الذين سقطوا بفعل تفجير 45 شهيدا هناك أيضا عدد من الجثث غير معروفة للهوية وأيضا عدد كبير وصل إلى حوالي 350 جريحا موزعين على مستشفيات طرابلس يعني ما أود أن أشير إليه أيضا بسام هو يعني إضافة إلى الانتشار الأمني المكثف والعمل على مسح هذا المكان أيضا هناك عدد من الشبان الذين بعمل تطوعي أرادوا النزول إلى مكان هذه مكان الجريمة ويعني وحاولوا مساعدة القوى الأمنية على مسح الأضرار ويعني العمل على إذا صح التعبير يعني تنظيف المكان وإزالة كل ما خلفه الانفجار يعني ومعي مباشرة من أمام مسجد السلام فادي ميقاتي هو أحد نعم بسام بس سؤال أبل ما يكون معنا فادي ميقاتي يعني هل التعاطي يعني يعني بعض المواطنين في طرابلس اليوم أو بعض أهالي طرابلس اليوم مع القوى الأمنية ومع الجيش هو أفضل من التعاطي الذي حصل يوم أمس يعني بسام يعني طبعا هذا ما لاحظناه كنا نتوقع عكس ذلك ولكن عندما وصلنا إلى هنا لحظنا أن يعني تعاطي أصبح أسهل إن كان مع الإعلاميين وحتى مع المدنيين حركة يعني حركة من الهدوء هي حركة من يعني حركة غليان ويعني جميع هنا يعمل على تنظيف المكان لا مضايقات لا يعني لا شك أن يعني الاستنفار أو الغضب الشعبي ما زال موجودا ولكن تعبير عنه أصبح أخف من يوم أمس يعني كما تعرف بسام يعني بالأمس كان هول المصيبة وحجم المصيبة خاصة أنه حصل في مسجدين هو ما يعني خلف هذا الشعور والانطباع عند المدنيين هنا في هذه الأثناء في هذه الأثناء بسام الشرطة العسكرية تتفقد المكان يعني العمل جار على قدم وساق هنا نعم يعني هو كان فيه تكليف من القضاء العسكري للأجهزة الأمنية معلومات ومخابرات وشرطة عسكرية للقيام بالتقيقات بتفجيرات رابوس ومعرفة يعني ما إذا كان بيستطيعوا التوصل وهي تباشر على الأرض نعم بسام وهي تباشر بالفعل هذا العمل على الأرض وشير أيضا إلى أن هناك آليات للجيش تعمل على رفع السيارات التي أصيبت بفعل هذا الانفجار يعني بعد الانتهاء من الكشف عليها تعمل على رفعها من المكان أذكر بسام يعني بأنه كما ذكرت هناك عدد من الشباب التطوعي يعني أرادوا المشاركة في مساهمة نوعا ما في يعني الإزالة ما خلفوا هذا الانفجار وكنت ذكرت أنا فادي ميقاتي سينضم إلي فادي يعني شفناكم عم تساعدوا عم يعني عم تساهموا بالتنظيف بإزالة إذا بدك الأشياء اللي خلفوا هيدا الانفجار منكم لحالكم قررتوا تنزلوا أو أنتم تمتموا لأي جمعية نحن بمجادرات فردية تامة جمعنا على الفيسبوك وانلا بيج وقررنا أنه ننزل من دون أي انتماء لا لجمعيات ولا لأطراف سياسية قررنا أنه نحاول نساعد يعني العمال البلدية وقوى الأمن بإزالة كل الأضرار لترجع ترادوس ترجع تكون مدينة للحياة متل ما كانت قبل لأنه الناس نفاكرين ترادوس هي مدينة للإرهاب مدينة للعنف كموبادرة فردية أنتم شو بتقدروا تعملوا؟ كيف يكونوا تساعدوا؟ كل بساطة نحن نحط إيدنا بإيد العمال البلدية ونبلش نشير الأضرار بداية من الشوارع من الإزاز ونكسستات تايتنا هتكون نطلع على البيوت ونساعد الأهالي بلم الأضرار بس بدي حبك ونشير لشغلي أنه صار فيه تعامل كتير يعني استهتار بموقع الجريمي مثلا اليوم أنا بصفتي شخص فردي ما بحيلي يجي وقف هون بموقع جريمي وفي عام بحد الحفرة مفوضو يكون فيه طوق أمني مسكر كل ال... فيه طوق أمني بأنيك أنه طباح للمدنيين الدخولي طبعا هذا ما بيعني أنه انتهت الأدلة الجنائية من مسحها لأنه نحن طلبنا منه أنه نبلش نشير الأضرار من الشارع من هون ما سمحونا طب إذا ما سمحونا لكن ليه فينا نفوت بالأساس فبترك هالسؤالة برسم الأجهزة المعنية بالموضوع شكرا لعلك فادي ويعتيك العافية نعم بسام يعني كما ذكر فادي أنه سيشاركونا في العمل في إزالة الأضرار من هذا المكان نذكر بالأضرار التي يعني خلفها الانفجار في المباني المحيطة في مسجد السلام يعني حجم هائل من الدمار لسيما في المباني من الزجاج والحطام يعني بس سنحاول بعد قليل طبعا الانتقال إلى مسجد التقوى الذي بدوره كما تعلم حصل الانفجار هناك ولكن كما علمنا أن الأدلة الجنائية ستباشر اليوم ستباشر أو ستبدأ اليوم مسح الأضرار هناك يعني بعدما تعذر ذلك نهار أمس طبعا سننتقل إلى هناك أيضا للإطلاع على مكان وموقع الانفجار شكرا للزميلة ريمي بدي أشير هنا إلى أن الوكالة الوطنية تحدثت أنه فيه انتشار مسلح بسوق الخضار بطرابلوس وعند براد البصار وببعض أحياء الزهري وأبي سمرة وأن المسلحين يعني وضعوا ما يشبه على الحواجز وعم بيفتشوا السيارات وعم بيطلبوا كمان هوية بعض المارين بهذه المناطق يعني شهيدا صار حدها بالضاحية اللي هي فيها حزب الله واللي هي فيها نظام والأخير صارت يعني الناس بتحسي بحالها أنه هي لازم تحمي حالها صحيح وهيدي ردت فعل يعني اللي قالتو لزميلتك من طرابلوس هلا أنه مبارح كان في حالة غضب اليوم بعدها حالة الغضب موجودة بس اليوم حالة الغضب مش هوجاء أنا بعتقد أنه هيدا شي كتير منحي يعني بعد أقل من بعد أقل من 24 ساعة الناس عقلت وهديت وبعدين أهل طرابلوس ناس أوادم يعني هيدا كلمة اللي بتنقال هن الناس عطفيين بيحبوا مدينتهم معروف هيدا شي متماسكين فيها بعتقد أنه معلش إذا غضبوا شوية يعني أو عملوا شوية تشوازات بسرعة عم يستعيدوا وبسرعة عم يكون ردت فعلهم لائقة وكما يجب وهادئة وهيدا شي يعني مفروض يتوجه لهم تحية عليه هيدا ما بيكفي رح نرجع نحكي بكل المواضيع اللي إليه عليها بالترابلوس بس خلينا نأخذ أول بريك عني وأنا أعود لمتابعة نهاركم سعيد مع دكتورة نهلة شهال دكتورة يعني كنت عم تحكي عن أهمية الدولة وأنه لازم الدولة تنوجد بطرابلوس ولازم أنه تشوف اللبنانيين كيف بدون أنه ما يجعلوا من هالبلد ساحة اليوم في كتير كلام أنه تشكيل أي حكومة يساهم في درق هذه الأخطار يمكن مش درقها بالمرة بس يساهم في درق هذه الأخطار التي يتعرض لها لبنان أنت مع هيدا الرأي هو إجمالا عادة أن البلدان بيكون فيها حكومات صحيح شي طبيعي يعني طبيعي بس نحن ما شفنا أن الحكومات الماضية بمختلف اتجاهاتها قدرت تأسس لشيء أنا بعتقد هو يتجوز مسألة الحكومة وإنا لما بحكي عن دولة مش عم بحكي عن الدرق ولا الجيش ولا قوى الأمن الداخلي أنا عم بحكي عن المؤسسة الدولتية العميقة ياللي بتخطط ياللي بتقول هون في مشكلة كبيرة هون في مرفأ ما عم يشتغل هون في معارض دولي مفترض خالص من سنة الأربع وستين وما عم يشتغل هون في مصفية ما عم تشتغل هون في إمكانية ربما أنه نوظف طاقات ومخطط معين لحتى الناس تشعر بالانتماء لبعضها ولبقية البلد أنا ما عم بحكي عن الدولة بس بالمعنى الأمني والمباشر أنا عم بحكي عن الدولة بمعنى بشيك سميت أبعد من الحكومة وأهم من الحكومة اليوم مثلا لازم يجتمع فعلا يعني عينة مختارة بيختارها رئيس الجمهورية بيختارها رئيس الوزراء ما بعرف ولازم يتفكر فعلا بخطة إنقاذ أول شيء للبنان كله طبعا ولكن بشكل خاص لترابلوس لأنه دام الإهمال لفترة طويلة وأن تنشأ لجنة وطنية لجنة طوارئ وطنية لإنقاذ ترابلوس مش باليوم مش أنه يعني يبعثوا لأدلة الجنائية بس كتير مهم كمان أنه يبلشوا من اليوم لأنه الدمار كتير كبير أكيد 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 العمل التحقيقات والعمل الأمني والعمل الإسعافي كله شيء بيرفع الراس وعظيم ولازم يصير أنا هم بيحكي عن التخطيط لفعلا نطلع من هذه الحالة مش أنه ندوية هلأ يعني نحط شوية دواء على الجرح الحالي فعلا ما يعود فيه جراح أو أنه نستوق الحالة اللي هي حالة متفاقمة بالحقيقة أعتقد أنه بهالمناسبة يعني إكراما للشهداء اللي وقعوا واللي يمكن مع الأسف رح نكتشف أنه عددهم أكبر من هيك مثل ما نمبين إكراما للترويع يلي صار مبارح بترابلوس خلي تعلن لجنة إنقاذ وطني على مستوى البلد فيها شيعة وسنة ومسيحيين و14 و8 ويسار ومين ما بده مين ما ممكن أنه يجي خليها تبلش تخطط تبلش من هون تخطط لكيف ممكن أن يطلع البلد هايدي من مأزقة هيدا حكي نقال قبل التفجير وبنقال بعد التفجير وبنقال بمناسبة التفجير بده مناسبة هاي مناسبة أكتر حتى من الحكومة يعني عندما حصل تفجير الروايس طلعت الأصوات السياسية بتقول أنه هذا التفجير يجب أن يكون يعني حافظ لألنا كلنا حتى نتخلى عنه الشروط والشروط المضادة ونروع على تشكيل حكومة أو نروع على حوار لنشوف شو بدنا نعمل ولكن بعد هذا التفجير والمواقف السياسي اللي جاءت طلعت من بعده كانت أشد وقتا جعنا على الحرطاءات اليوم في تفجيرين في ترابلوس في عدد ضحايا كتير كبير هل يعني أنه رح يتعلموا السياسيين مما حصل إذا ما تعلموا وإذا ضلوا بالحرطاءات تبعيتهم بيهتابوا دقيقتين وبيرجعوا على اللي يتعودوا عليه فهن فشلين وهن أصلا بعيون الناس بصيروا فشلين يعني بيتكرس فشلهم بس هل الناس ماشي وراهم لا الناس مش ماشي وراهم الناس مغلوبة على أمرا وما عندها خيارات تانية الناس مش ماشي وراهم على فكرة بترابلوس الناس انت قلت أنهم بيرح رموا للجيش بالحجار مصبوط أنا ما قلت كل أهل ترابلوس لا لا وحتى الناس الغاضبين معلش غاضبين وغضبهم مشروع وهن كانوا مروعين الناس لا بيحترموا ولا بيصدقوا ولا بيأمنوا بسياسيينهم وهيدي مشكلة هيدي مشكلة هيدي مش شغلة منيحة هيدي مشكلة لأنه كل اجتماع بشري بده هرمية وبده قيادة وبده مشان هيك عم أقول فل يؤخذ قرار بالأول بأنه هيدا اللعب بيوقف وهيدي الحرطاءات بتوقف لأنه كل هياتنا معارضين للخطر واتنين خلية تتشكل هيئة محترمة فيها المجتمع المدني فيها ناس عم يشتغلوا شو بدتعمل هذه الهيئة تخطط أنا رح حطط له هي تخطط لكيف ممكن إنقاذ ترابلوس كيف ممكن تطلع ترابلوس من عزلتها وأحساسها بالإهمال وأحساسها بالترك هذا على صعيد ترابلوس بس أنا اليوم إذا بدي قوم بخطوات سياسية على صعيد البلد توافق الوطني رح قل لك رح توافق الوطني 14 و 8 و 8 و 14 و حرطقاتهم في حد أدنى من التوافق على قواعد عامة لا شك إنه مطلوب إنه تنعمل لا شك إنه مش مهم مين بيقدر يغلب بين 14 و 8 أو بين حزب الله والحريري أو بين يعني بالمفردات المختلفة ما حدا بيقدر يغلب سما تعلمنا نحنا من الحروب الأهلية العنيفة ولا الهادئة إنه بالحروب الأهلية شو ما كانت صيغتها ما في حدا بيغلب فإذا نحنا مطلوب مننا اليوم إنه يفرجوا السياسيين تابعونا بمختلف تعبيراتهم وأطيافهم حد أدنى من الوطنية هيدا جزء من من الإحساس بالمسؤولية مش هن المسؤولين لازم يكون عنده إحساس بالمسؤولية نتفاهم على قواعد عليا ثلاثة أربع قواعد عليا وراها يا أخي شو بتقولها القواعد عليا يعني إذا بديك تعدد قواعد عليا للاتفاق الوطني شو هي أول شي خفض مستوى التخوين المتبادل والرفع منسوب يعني إذا بتلك الشعور النزاع الطائفي والمذهبي والإلاخره بالخطاب مفروض أنه هيدا يهدى مفروض أنه هيدا من دون التخلي عن القناعات يلي رأيه أنه الدفاع عن نظام السوري هو إنقاذ للأمة كلية خلي يضل بها الرأي واللي رأيه أنه النظام السوري لازم يروح هو بده يدعم السورات خلي يضل بها الرأي بس طريقة التعبير في طريقة بالحكي في شي مسموح وفي شي منه مسموح يعني التخوين غير مسموح التخوين غير مسموح التوتير الفائق غير مسموح استخدام المفردات الطائفية على كل المستويات هو غير مسموح استخدام المخزون التاريخي المذهبي غير مسموح نحن مش بصراع اليوم بين عائشة وهيدا حكي مضى عليه 1500 و 1500 سنة ما بيصير تستخدام لا الرموز ولا المفاهيم ولا التعبير ولا هيدا كله هيدا يجب أن يودان من اليافطة المرفوعة بالشارع لأنه كل هيدا كل واحد بيغزي شي وبينمي شي وجو بالأخير لازم يجري التوافق على يعني مسلك معين بلبنان لتقطيع هذه المرحلة اللي ممكن تطول اللي ممكن تطول مع الأسف إذا طولت هذه المرحلة يعني منفجر لبنان وبيزول لبنان من الوجود مسيحيين وقوات لبنانية وكتائب وحسن سيد حسن نصر الله وسيد حريري والكل وأحزاب ومجتمع مدني والكل إذا ما اليوم بتصير حالة دعوة للاستنفار امتي بأي لحظة ما نحن على شفير الهاوية طيب يعني حكيتي عن قصة التخوين وعن قصة أنه استخدام التعابير يلي والتوافق والتوافق على أنه ممنوع حدا يعتدي على حدا بلبنان الصراع يتم على مستوى المواقف السياسية ممنوع حدا لا يعتدي على حدا ما حدا عم يتحمل مسؤولي ما حدا عم يقول أنا اللي اعتدت وممنوع حدا يفرح من الاعتداء وإدانة كل الاعتداء بنفس اللهجة بنفس النبرة والشغل مع الأجهزة الأمنية لتمنع هذه يعني الحوادث بالأخير هذا اللي ممكن يصير كمان مرحبا نتقل إلى طرابلس مع معالي الوزير فيصل كرامي نهارك سعيد صباح الخير لألك ولضايفتك مع الوزير يعني حسب معرفنا أنه رح بيكون في اجتماع مع الرئيس نجيب ميقاطي شو رح تعمل بهذا الاجتماع يعني شو رح تقدمه من جديد لطرابلس يعني هلأ الحقيقة ما حصل في طرابلس هو مجزرة والأبشع والهدف منه إضافة إلى صفك الدماء وقتل الأبرياء هو دفع الناس إلى الفتنة وإلى المجازر نعم والحقيقة نحن بنعرف كيف تبلش بس صراحة ما بنعرف كيف تنتهي هون الحقيقة ما بقى عنا الموضوع ما نقص التحليلات سياسية ولا لازم نفوت بموضوع التحليلات السياسية لازم نشوف فعلا كل اياتنا بهذه اللحظات العصيبة اللي عم تمر فيها مدينتنا واللي عم يمر فيها كل لبنان نعم كيف بدنا نحمي طرابلس وكيف بدنا نحمي لبنان لأنه ما حصل في الضاحية بالأمس كان خطير وخطير جدا واعتقد البعض أنه الضاحية فقط هي المستهدفة ما حدث في طرابلس بالأمس أيضا يعني يعتقد البعض بأنه هيدا يحصل في طرابلس فقط ولكن نسمع من المسؤولين دائما أنه يعني كل لبنان معرض وأنه هناك سيارات كثيرة مفخخة في لبنان وبأنه الأمن فالت وبأنه الأمر جاي على أسوأ لذلك طيب كيف بدكنت تداركوا هذا الأسوأ كيف بدكنت تحمي طرابلس ولبنان سعطة يعني أولا طرابلس حقيقة ما فيه خيار نحن طرابلسية إخدين خيار من الأساس أنه ما قلنا إلا الدولة وأجهزته وأنه هيدا شغل المخابرات ويجب أنه نعطي الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية لفعلا وحقيقة مش قولا يعني ولا شعارات ضرب يد من حديد وعدم التدخل معه أنه إذا نكماشت له شي خلية إرهبية في مكان ما أو شي مستودع متفجرات في مكان ما أو نعرف له شي قضية مريبة يعني عدم التدخل معه لإطلاق صراحة ولا ل وعلى الصعيد الوطني وعلى الصعيد الوطني يعني أولا بدون يتقبلوا مني يعني هاي دي الكلمة الكف عن المراهقة البلد ما بقى يتحمل حكومة مستقيلة ورئيس مكلف ما بيقلي ومجلس نواب ما بيجتمع وطاولة حوار معطلة وفوق كل هيدا الشي سجالات يومية وصراعات لا أول ما ألا آخر لا والعواصف عم تعيشها المنطقة كلها ياتا ولبنان ما بيتحمل هايك عواصف يعني بقصد بحديثي أنه لبنان ليس العراق منه لا بيحجم العراق ولا بيتركيبة العراق لبنان ما بيتحمل سيارات مفخخة بالعشرات أو بالمئات في كل لبنان بنهار البلد يعني اليوم شوف الوضع النفسي اللي عايشته مدينة ترابوس أولا بعد ساعات ستشيع أكثر من 35 40 معلوماتي في أكثر من 50 جنازة يعني هيدا بحد ذاته بيأثر نفسيا على مدينة ترابوس وعلى اقتصاده وعلى معنوياته وخصوصا أنه نحن لنا سنتان عام نحذر أنه يا عمي مدينة ترابوس مانا جزيرة معزولة ما يحدث في ترابوس قد يمتد لكل لبنان وللأسف الشديد كانت متروكة ترابوس تنفيسة أنه يا عمي خلي عادي تنفيسة لبنان وتصير اللي يصير اللي بده يصير بطرابوس ونحن ما قلنا علاقة فاللي بلش بطرابوس هلأ بلش ينتقل لكل لبنان ورجع على ترابوس والهدف منه هو إشعال الفتنة السنية الشعية الأمر الثاني هو إطلاق يد الجيش والأجهزة الأمنية الشرعية لتنفيذ خطة طوارئ لمكافحة الإرهاب بطرابوس على غرار الخطط اللي صارت بصيدة وببيروت وبالضحية الجنوبية يعني المقصد أنه لما صارت الحادث برواس برواس نعم بدأت الأجهزة الأمنية تشتغل شغل محترفين وشفنا أنه فيه شبكات انكمشت وفيه ناس فيه أجهزة أمنية حتى فقد الجيش طلع ثمها بالأسماء نعم فأنه تتعامل ترابوس بالسواسية مع هيدا الشي يعني بدنا نشوف جدية بالتعاطي مع مدينة ترابوس ما بقى مقبولين قال أنه والله ما عنا درك كفية لأنه الدرك هني على حراسة الشخصيات إن شاء الله إن شاء الله المدينة اليوم وأبوها اليوم متروكة نحنا مسؤولين نعم كل ياتنا مسؤولين إن شاء الله يصير هاك يا مع الوزير ورح ننطر النتاج اللي رح تطلع عن الاجتماع اللي رح يصير بينكم وبين الرئيس ميقاطي وإن شاء الله يعني يكون فيه قرارات تستفيد منها ترابوس أيضا ويستفيد منها كل الوطن شكرا لمداخلتك عندك أي تعليق على الكلام لا أنا وافأ مطلوب خطة أمنية جدية وتعاطي أمنية جدية ولكن مطلوب قبله لهيدا الشي أو قاعدته لهيدا الشي ما اسميته يعني خطة طوارئ للتوافق الوطني السياسي على مستوى البلد لأنه أي خطة أمنية بتفشل إذا بعدين بعد خمسة دقائق بيطلعوا السياسيين وكل واحد بيحكي بيزيد على التاني أو بده يرضي غرائز جمهوره اللي هو أصلا زرعة فبيصير مضطر أنه يراعي وبتقول له ليه حكي تايك بيقولك ما الناس مشان الناس تقبل تسمعني ما هو بالأول يعني عارف هيدا الحالة هيدا الحالة يجب أن توقف أنا موافقة مع معالي الوزير على أنه لبنان مش العراق يعني مبارح بالعراق في 28 أتيل بمنتزة كلهم أطفال ونساء واحد انتحاري فات بين الأطفال والنساء فجر حاله هيدا بالعراق العراق بلد هائل نحنا 10 ألف كيلومتر نحنا من أول بطرابلوس وبيروت بينتهم 80 كيلومتر أقل كمان نحنا بلد صغير نحنا بلد محدود الإمكانيات نحنا بلد قليل العدد أربع خمس شغلات من هيدول سلام عليكم خلصنا بلد بينهار بينتهي خصوصا برجع بقول هو مؤسس على حرب أهلية ما صار له زمان صايرة يا في شعور بالمسؤولية الوطنية حد قدنا يا أما هيدول السياسيين بقلك بصراحة كلهم بيروحوا لما زبلت التاريخ مثل ما بيقولوا يعني لأنه معناتها بلحظة الشدة ما قدروا يكونوا عقد المسؤولية اليوم مطلوب الاستنفار مش الأمني الأمني مطلوب طبعا لكن واحده ما بيعمل شي مطلوب الاستنفار الأخلاقي والسياسي واللي بتعلق بالزكة واللي بتعلق بالخيال السياسي لخطة متكاملة معقدة متشابكة فيها كل المستويات ولكود لميثاق أو لطريقة بالتصرف فيها ممنوع وفيها مسموح مش فلتة إذا بدأت ضل فلتة فهي بتفلت على كل المستويات بما فيه المستوى الأمني وبما فيه سيارات الانفاق بس كمان اليوم فيه خلاف أنه هذا الحل من وين بدنا نبلش فيها أو المبادرات يلي بتأدي إلى حلول من وين بدنا نبلش فيها فريق يطالب أنه خلينا نبلش من انسحاب حزب الله من سوريا فريق آخر هادي شروط هادي بيسموها شروط لأنه انسحاب حزب الله من سوريا يمكن ما بيصير وما بده وكمان المجموعات اللي عما تنزل وتتسلل من طرابلوس من غير طرابلوس تروح تقتل بسوريا كمان هادي موجودة مشان الواحد يكون عادل بالأخير صحيح هادي ما بيقدر الواحد عليه هادي الإرادات بسوريا هون شو عم نعمل بلبنان شو عم نعمل بس هون لأنه لأنه الأطراف السياسية كمان يعني رابط مواقفة السياسية وتحركات السياسية كمان بما يجري في سوريا أخي سوريا بلد كبير كبير هائل كل لبنان ما بيطلع قد نص محافظة حمص لأنه محافظة حمص هائل وتوصل لحد تجمر وإلى آخرها كله لبنان بالأخير تطلع بالخريطة ونحن كلتنا سوى أربع ملايين وقصة سوريا ممكن تطول سنين أنه شو ليش اللبنانيين محاسبين حالهم هن رح يغيروا بالمعادلة السورية ولا رح يشيلوا ولا رح يحطوا سوريا الله يعينه والعراق الله يعينه وما هيدا الموضوع الموضوع أنه نحن بدنا نعيش ببلد صغير ومحدود الإمكانيات ومأزوم ومتعدد وكل واحد عنده فيه رأي بأي طريقة منقدر نعيش هيدا السؤال فينا نعيش نحن وكل واحد ما حدا مقدر يجر التاني على فكرة بده يجر البلد لموقفه ما فيه ما ممكن فإذا تعا نتوافق تعا نتوافق على خطة للمسلك السياسي في لبنان هيدا أولا تعا نتوافق على أنه في محرمات بالحكي وبالتصرف وبالقول وبكل المستويات تعا نتوافق على أنه كيف ممكن نعمل أشياء تشعر الناس بالأمل خصوصا بمدينة متروكة مثل ترابلوس كل محافظة تشمال على المستويات الاقتصادية والتعليمية والاهتمام والسير والنظافة وإلى آخره فيه أشياء ممكن تنعمل أما إذا كان كل واحد بده يتسلى بس بأنه بعيد بكرر مواقفه وبده يعجب جماعته فهيدا هو الباب إلى الجحيم طيب وقت بتشوفي أنه يعني العديد من هؤلاء السياسيين بيجي بيقولوا أنه الآتي أعظم والعديد كمان من السياسيين وحتى من الأجهزة الأمنية بيجي بيقولوا أنه صحيح في مخطط لتفجير لبنان صحيح في مخطط لتفجير سيارات مفخخة صحيح في خلايا إرهابية صحيح في أجهزة عم تشتغل بلبنان طيب عندما تسمعين كل هذا الكلام ما بتشوفي أنه بمحل من المحلات فيه إنعدام مسئولية بلا فيه إنعدام مسئولية بس أنا كمان ما بدي أنه استسلم وقل فائزا لا حوله ولا قوتها خلص خليها يعني شخص شايف المشكلة وعم بشخصها ولكن لا يستطيع أو ما بده يعالجها يمكن شوف نحنا إذا بدنا نرجع كتير 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 لورا الواحد أنا كباحث يعني عندي ميل لهيدا الشيء أنا بيقول لك أنا مثلا بعرف أنه القاعدة قويت بعد ما هجموا عليها الأميركان مضعفة القاعدة اللي اللي تدان اللي مفهومة للدنيا لإدارة الدنيا مفهوم متوحش بالأخير بس اللي هلأ نحن عم نشوفه إنه القاعدة بسبب طريقة معينة بالتعامل هي فقط كانت طريقة الضرب العسكري والتشدد العسكري قويت القاعدة ما كان ممكن تعالج فقط بهذه الطريقة اليوم مثلا ببلد مثل اليمن القاعدة صارت قوية وبعض العشائر تحتضنا وإلى آخره لأنه بيطلعون لهم الدرون هيدولا الطيارات بلا طيار بيقصفوا بيطلعوا أنه عم يقصفوا عرس بيطلعوا أنه عم يقصفوا ضيعة فالناس بتصير يعني تنحاز إلى تصور معين ولأنه في فقر ولأنه في إهمال ولأنه في إنعدام أفق للمستقبل لميت هيده الأسباب مشان هيك عم أقول إنه بس نحنا اليوم نحنا بحالة اليوم طوارئ فعلا ما فينا نعود بس نقول طيب على المدى البعيد والاستراتيجي هيدا ضروري ضروري ناس ما شغلتهم السياسة يعدوا يخططوا على المدى البعيد والاستراتيجي ويفكروا ويقولوا للناس شو عم يفكروا لا يظل في أمل أنا اللي بيشتغلوا معي شباب صغار كلهم بدون يطلعوا كلهم بدون يهجوا لو بيصحلوا يهجوا اليوم قبل بك بعد اللي صار أكيد قبل اللي صار وبعد اللي صار عندهم انعدام للثقة والأمل أنا كيف بدي أعطيهم ثقة والأمل بدي أقلهم أنه لا في ناس مش على مستوى أنا بنتمي للطائفة الفلانية ولا للتيار الفلاني في ناس عم تفكر بالبلد ككل بمجمل البلد بإمكانياته خلينا نكون يعني السياسة بالأخير فن إدارة الممكن صح خلينا نكون واقعيين خلينا نشوف هيدا البلد برجع بقوله بعيده بكرر ما بدي أنه حدا يحكي مثلي ولا بدي أنا أحكي مثله لهذاك وما لازم أدان لأني بحكي بطريقتي أو هو يدان لأني بحكي بطريقتي قناعات ما بتدخل فيهم في مسلك في كود هيدا الكود خلينا نتفهم عليه نقدر إذا ما منقدر نحن رايحين للجحيم في كمان معنا من طرابلس مسؤول حزب العربي الديمقراطي الأستاذ عبداللطيف صالح نهارك سعيد صباح خير أستاذ برسام صباح خير الدكتور نهلة أستاذ عبداللطيف يعني حصل بالأمس في طرابلس تخوف من أنه هالجريم تاني اللي صاره أنه يؤدوا إلى كمان تفجير الوضع بين جبل محسن وباب التباني ولكن شفنا أنه الأهالي في جبل محسن سارع للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى الذين سقطوا في طرابلس يعني هالجريمي اللي حصلت أرّبت بين أهل طرابلس؟ أستاذ برسام قبل كل شيء يعني الرحمة والخلود لشهداء طرابلس والشفاء العاجل للجرحى يعني نحنا كمان سقطنا ست جرحى في منهم حالتهم خطرة من أبناء جبل محسن وهذا الشيء اللي بيعني أنه نحنا من نسيج طرابلس ونحنا واحد وطرابلس عم تبكي بكل أطيافة إن كان من مسلمين سنة مسلمين علوية من مسيحيين من كل الطواقف الموجودة بطرابلس وهذا الشيء إن شاء الله بيقرب وجهات النظر وبيكون فيه مثل ما نادى الأستاذ رفعة مبارك بيكون فيه مصالحة وطنية عن مستوى عالي يعني ونتمنى يكشف المجرم الحقيقي لهذه التفجيرين وينشنع على ساحة عبد الحميد كرامي ليكون عبر اللي منعتبر وشيء أكيد نحنا من نسيج طرابلس وسارع أبناء جبل محسن للتبرع لأهلنا بطرابلس بالدم لأنه نحن واحد ونحن أهل ونحن بتربطنا مصاهرات بتربطنا علاقات وطيدة بأهلنا بطرابلس هذا الشيء إن شاء الله بيمحي الصورة السيئة عن ما يحكي عن مدينة طرابلس وخصوصا عن باب التباني وجبل محسن بس ولكن للأسف هناك مجموعات أو خلايا نائمة كانت حاولت تستطيع بالماء العكر لما حصل بمدينة طرابلس مبارك وطم أطلاق الرصاص والبعض القنابل على جبل محسن ولكن كان في حكمة من كيادة الحزب العرب الديمقراطي وعلى رأسه الأستاذ علي يوسف عيد إنه نحن لو شو ما صار يصير نحن ما حنرفع اسلاح ولا حنرفع اسلاح بوجه أهلنا بطرابلس وهلأ الوكالة الوطنية للإعلام جابت خبر إنه فيه حواجز مسلحة وللأسف يعني هلأ بدي خبرك خبر ما نومنيه يعني تم التعرض لأحد شبان من جبل محسن عحد الحواجز بسوق الخضرة وتم إطلاق النار على إجرات تنتان وهو الآن بتحف غرفة العمليات بمساة جفة سيدة الزغارة يعني إن شاء الله ما يتوتر الوضع وإن شاء الله تظن الأمور مضبوطة وطول أني كمان تتدخل لمعالجة هذه المواضيع أنا بتطمن أهلنا بطرابلس المصاب مصاب واحد ومصاب جليل ونحن للأسف ما كنا منتمنى توصل الأمور لهون هذا المصاب مصابنا لأننا كلنا بطرابلس وإن شاء الله بترجع طرابلس مثل ما كانت طرابلس هي طرابلس الفيحة طرابلس مدينة الشهيد عبد الحميد كرامي السيدة عبداللطيف صالح بشكر مدخلتك رح نتوقف تاني مرة مع العلان ونرجع نحكي كمان بالموضوع اللي طرحه خصوصا العلاقات بين أهل طرابلس ويعني كيفية ربما الاستفادة من هتين الجريمتين من الناحية الإيجابية وهنا نتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من ال LBCI مع الدكتورة نهل الشهال يعني هل مطلوب مصالحة وطنية حالياً بلوبنان؟ ربما منها ممكنة ربما اليوم بشروط اليوم لأن القصة منها عواطف أو نوايا ورغبات لكن إذا المصالحة مش ممكنة فالتوافق على حد أدنى على مثل ما قلت برجع بعيد وبكرر كود صح هذه دا ممكن عدم التخوين عدم الاعتداء يعني فيه فيه إمكانية لشغلات معينة هي بتعمل فرق إذا نحن ما نحط الأمور قدام يا كله يا ولا شيء ممكن عم نحطها قدام استعصاء استعصاء ما له دبار ما فينا نتجاوزه طح فنحن خلينا ناخد اليوم طبعاً أقصى ما يمكن أنه يتأخذ وخلينا اليوم نعتبر أنه فيه فرصة أو فيه كل واحدنا لازم يكون في عنده جرس رن براسه يقول له وصلنا للخطر ولما براسنا كلها ياتنا كمواطنين براس المسؤولين كمان بيرن هيدا الجرس وبيتصرف واحدهم مش أنه كيف هو عم يخطط لي يطلع نائب بعد سنتين أو سنة الله وأعلم بتصير انتخاباته لا لا إذا فرت البلد أو كيف هو بده يكون محافظ على زعامته وإنما يخلي كل هيدول يا أخي أنا ما عم بطلب أنه يتخلى عنهم أنا عم بطلب أنه يكون في عنده شي طابق من الطوابق هو طابق الشعور بالمسؤولية الوطنية العامة عن البلد لازم وقال له ما بيعود مسؤول بيصير زعيم عصابة وبرأيك هيدا بيقدر يترجم يعني عمليا لنقول نعم بيقدر يترجم بحكومة بيقدر يترجم بطولة حوار بهيئة عليا للإنقاذ بهيئة عليا للطوارئ إذا كان الناس ما بتحب طولة الحوار أو تركيب طولة الحوار ما بعرف أنا كنت معتبرة طولة الحوار بحد ذاتها مهمة لأن الناس بيعدوا قدام بعضهم بيستحوا شوي من بعضهم بيتفاهم وبيحكوا حتى لو سبوا بعضهم أحسن ما يسبوا بعضهم على التلفزيونات وتصير قطيعة أخطر شي بأي بلد بأي اجتماع إنساني هو أنه تكون في قطيعة بس وقت بتوصل إلى محل هذا الحقد المذهبي موجود إلى هذه الدرجة وهذا التحريض المذهبي موجود إلى هذه الدرجة بين فرقاء موجودين على الساحة اللبنانية هيدا كيف بدك تعلجي كيف بدك تشلي من النفوس أنا عمري يعني بيسمح لي أني أتذكر الحقد الطائفي المسلم المسيحي من فترة اللي راح هلأ معد موجود يعني هيدا معد فاعل على الساحة الحقد المذهبي السني الشيعي اللي هو بالمنطقة كلها ياته وفي مين أججه وفي مين اشتغل عليه هيدا مش إنه هيك خلق من فراغ موجود بس هيدا مش معناته إنه هو معطى أبدي وغير قابل للتعديل ومش معناته إنه بعد عشر سنين الناس اللي راح يكونوا اليوم مارسوا يمكن بعد عشر سنين يستحوا منه أو يضحكوا على حالهم لأنهم عملوا وخصوصا إنه بين السن والشيعة فيه متل ما بينعرف علاقات ومصاهرات ويعني هيدا بالأخير نفس الدين نفس المذهب شايفكي مشان هيك معلش فيه حقد وفيه هلأ توتر وفيه كره وفيه اللي بدكي بس هيدا شي ما حدا نحسب إنه هو أبدي سرمدي ومستمر وإنه يعني لطيف فظيع لأ وهيدا قابل لل مش عمقول للإزالة اليوم لأنه تعلمنا نصير وقعيين قابل للتخفيف وفيه تقنيات وفيه وسائل وفيه مواقف لتخفيفه بالحكي وبرجع بقول باليافطات المعلقة بالشوارع بالتصريحات للصحف بالمقالات بالالتزام بشروط معينة متوافق عليها إنه لحد هونه بس لأنه فوق هون منروح كلايتنا بالهاوية مش إنه لا يدار أنا ما عمقول يزال لأنه أصلا مش وليد لبنان وحده على الأقل ولا حتى بالدرجة الأولى بالمناسبة هو إله شروطه العامة خليه يدار بمنطق الشعور بالمسؤولية والتخفيف من حدته وليس استغلاله طيب يعني هون السؤال كمان في سؤال أساسي اليوم حضرتك عم تسمعي كل هذه الخطابات التي يدلي بها يعني أو تدلي بها القيادات السياسية عم تحكي عن شعور بالمسؤولية هذه الخطابات تنم عن شعور بالمسؤولية بالرغم من أنه تتضمى بكتير من محلات عبارات أنه وقد الفتنة ولازم نعمل وحدي وطني عندهم أنتنات تستشعر الصدق من الشي الشكلي والكاذب أنا أعتقد أنه هيدول المسؤولين يقفوا اليوم قدم ربهم قدم حالهم قدم المرية اللي بدهم إياه ويعني يمتلكوا ضمن لما بيكونوا عم يصرحوا درجة ما من الصدق أنا أعتقد أنه هيدا بيأثر بالناس بيوصل لهم أما لما بيكون حكي من طرف الشفاف أكيد لا الناس ما بتصدق وبتقولها ها طبعا ما يحكي هيك لأنه لازم يحكي هيك لأنه مجبور بس أنا بظل شيعي ولا سني ولا اللي هو بدي أتبح جاري وريبي وإلى آخري مشان هيك سميتها خطة إنقاذ وطني وضرورة الوصول إلى حد أدنى من التوافق حتى الناس تشوف أنه الكل شعرين بالخطر مش أنه واحد بدي يقوم بواجباته يدلي بيدلوه قدام التلفزيون ثم أنه فيه كارسة اسمت كترة التلفزيونات والفيسبوك والتويتر وإلى آخره يلي كمان فالتين فيه الناس على زوءهم كل واحد بيحكي اللي بديه وهيدا كمان له تأثير فبنا ناخد بالاعتبار وهيدا ما له دبار يعني ما فينا هلا أن إحنا نلغي ولا مطلوب أنه نلغي ما هيك وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي لكن هي عما تغير بالمعادلة لأنها تسهل انتشار ما هو ناري وما هو جامح وما هو مثير للغرائز إذا بيصير توافق على إدارة كل الأشياء الاستراتيجية والآنية والمباشرة والسياسية والدعاوية والاقتصادية والآخره ربما يشعر الناس بأنه لا في محل في عقل بالمعنى الكبير وأخلاق بالمعنى الكبير وأنه هيدا بده انضباط تحته أما إذا شعروا أنه لا ما في هالشي فكل واحد بيفلت السنة أكتر بس كمان اللافت بكل هذه الخطابات وكل هذه التصريح التأكيد على التمسك بالدولة ومؤسسات الدولة ودعم مؤسسات الدولة كلام باترافق مع كلام رفض الفتنة بس الواقع غير شي هيدا كتير منهم هيدا بده ترجمة بده أول شي ترجمة بالصدق يعني يكونوا الناس اللي عم يقولوا عن جد هيدا اللي بدون ياه عن جد وهيدا بيشعرون الناس الفرق بين الجد والشكلي بيشعرون الناس وتانيا إجراءات تدابير هيئات أنا ما بؤمن بالهيئات كتير مش عم أقول الهيئات أحيانا متكون ولكن لما بصير أعلان وطني أنه لبنان في خطر ونحن يا جماعة بدنا نتوافق على يعني ربما قام بذلك تبصار إعلان بعبدا بده توافق عليه مشانيك عم قول توافق مش مصالحة توافق على طاولة الحيوار ثم أصبح حبرا على ورق ما تحول ليها إلى استحالة لأنه فيني حولها أنا كلها يتلأ استحالة وأستعصاء مهم الواحد يكون عنده أمل ومهم أنه الواحد يكون عنده نظرة تفاقلية بده يحاول مش بس أمله مش بس نظرة تفاقلية بده يشغل دماغه وزكاه وعلمه وخياله لحتى يلاقي الممكن واللي بيركب على هيدا البلد وتكون فيه إرادة بالحد الأدنى لتنفيذه ما فيه غير فورميل ما فيه غير صيغة إذا ما فيه هيدا الشي نحن معنا بلبنان بلد دولة تاريخيا ضعيفة ومفهوم يعني بالأخير إذا ما عملنا هيدا الشي إذا ما قدرنا نستنفر هيدا الحاجة الشعور بهيدا الحاجة البلد بيروح بسهولة بيروح يعني بمصر فيه جيش أنا ضده ضد وصيل طريقته بالقمع وإلى آخر بس فيه مؤسسات فيه القضاء فيه مؤسسات راسخة وأديمة وقوية وبتقدر تمسك بكل محل فيه شي لبنان بلد قام كل عمره على أنه الناس بتتفق على أو بتتوافق على فكرة من المساق الوطني إلى اليوم مصر توافق إذا اتفاق الطائف مش توافق ما بيحقوا عن ديمقراطية توافقية إيه معلش لا أنا مش عم بحكي عن ديمقراطية التوفيق أنا هلأ من يعتليني هم الديمقراطية خلي الديمقراطية على الجنة أنت تحكي عن التوافق الوطني أنا عم بحكي عن إعلان حالة إرجانس في حالة طوارئ في أزمة كبرى بالأزمات الكبرى في تدابير تناسب الأزمات الكبرى أنا ما عم بحكي عن الشيء العادي يعني طيب يعني بإطار هذا الجو بطلع كتير كلام أنه ممكن ما حدث في ترابلوس من جرائم أنه وهول ما حصل أنه يقرب بين أهل ترابلوس لسيما بين أهل جبل محسن وأهل باب التباني وغيرهم بس بيظل هذا الجول يلي أو بيظل هذه الصورة يلي رسمتها وحكيتي عنها برأيك ممكن هذا الموضوع؟ ممكن ما هو عائد للإرادات بعدين أهل جبل محسن العلويين بطرابلوس أول شيء كتير من العوين ساكنين بطرابلوس صحيح نفسه يعني وأهل جبل محسن جبل محسن حارة من حارات طرابلوس مش أنه هي براتها مش لائعة برها يعني وبعدين هيدا متوقف على الإرادات هون في إرادوية مضبوط إذا بيصير تعرف هي وقفة على عود كبريت بيطلع واحد مجدوب وبيحكي حكي غرائزي واستنفاري بيطلعوا كل ياتهم بيهدوا الأمور وبيضبطوها بيقولوا لا ممنوع تهدأ يعني مش كل ياتهم قدر محتوم بالأخير الأمر متعلق بالمسلك وبالإرادة طب هؤدي الناس يلي قلت عنهم أوقات بيطلع واحد مجنون وبيحكي طب هؤدي الناس مئ مسؤول عنهم بطرابلوس مش بالضرورة ما في حدا مسؤول هيدا مشان هيك شوف يبنى نعمل نظام عسكري مرصوص وما حدا بيحكي إلا بإذنه وهيدا مش ممكن ولا مطلوب بالأخير في حدا بيحكي حكي معتوه ولكن لما بيكون في جو عام ضده لهيدا الحكي المعتوه الحكي المعتوه بيمرؤ بس وقت بعض هؤلاء الناس معهم السلاح وفي مين عم بيمولهم بيعطيهم مصاري حتى بها الحالة حتى بحالة أنه منهم فردوا وإنما مجموعة إذا البيئة المحيطة فيهم مش قبلانة هيدا المسلك وهيدا الحكي هنه ممكن يخربوا بس بيظل تخريبا محدود لأ ما في دبار طبعا أنا مش عم بقول أنه لازم تترك المجموعات المسلحة وخصوصا الخلايا الإرهابية مفروض أنها تضرب فعلا تفكك يعني تعين وتفكك وتلاحق لأنه هيدول ناس معزولين تعريف الإرهاب الإرهاب ضد المجتمع تعريفه للإرهاب أنه هو ضد المجتمع الإرهاب يتخطط له بغرفة مظلمة ويجري تنفيذه من قبل أناس معزولين ما حدا بياخد رأي الجماعة بعملان عمل إرهابي العمل الإرهابي تعريفا هو عمل معزول وهو تعريفا عمل ضد المجتمع أي كان ممن عمله بالأخير هيدولا دبار أمني بس الحدود الأمنية تقف عنده هذا أما ما عدا ذلك فهو سياسي وأعلامي وأخلاقي ودعاوي وإلى آخره بس وقت وصل الأمور إلى أنه التجمعات السياسية توصف بعض البعض بأنه بيئة حاضنة للإرهاب أو بيئة حاضنة للناس ينفذون أعمال إرهاب بل كتبنبطل هيدا النوع من التفزلك ومن الجمل اللي تبدو براقة كل واحد يبينقول عن تاني جملة ويزيد عليها شوي لحتى يزيد من عنده يعني بل كتبنبطل بل كتبنتواضع شوي بل كتبنبطل بل كتبنبط لسانه بيحكي بطريقة متماسكة ومضبوطة بدون ما يكون برجع بقول للمرة الألف رايد من وراء حكيه أنه يلمع بهاللحظة ويعجب جماعته يعني هي بس إطار لمعة ويعجب جماعته هي مش كلام مقصود أحيانا يعني يراد منه هدف وعين أحيانا هو لللمعة وأحيانا هو للكلام المقصود أحيانا هو للتنين ومشان هيك عم بقول في جو عام الجو العام بيصير هو الرفيرانس بيصير هو المرجع بيصير الباقي هو الشواز خلينا نخلق جو عام الجو العام الحالي جو موبوء جو سيء خلينا نشتغل على خلق جو عام في قلبه مقبول وغير مقبول ونتفق عليه كلياتنا حتى الشواز يظل شواز بس كمان اليوم في جو عام عند المواطنين لرفض ما يحصل من جرائم إن كان برواس ولا إن كان بطرابوس بس من المؤمن يقابله جو كمان موجود عند القيادات السياسية هذا الجو يعني يبدو أنه لم يتأثر وأنه كل واحد بعدهم مترس وراء مطالبه وراء شواز هذا اللي بدو التفكيك هذا اللي عم بقول من شينه أنه خليها تنعمل هيئة اسمها هيئة إنقاذ هيئة طوارئ هيئة إلى آخره وتعلن تعلن توافقيا هذا المقبول وهذا الممنوع أنا ما عم أقول أنه هيدول الناس مخلصين أنا عم أقول بالضبط هيدول الناس مفروض أنه يلتقى يعني طريقة مالة ضبطهم طريقة المالة ضبطهم من أمنية طريقة المالة ضبطهم هي طريقة فكرية سياسية خطابية إلى آخره يعني اللي سميته جو أنت عم تقول شغلة مظبوطة كتير الناس كرهانة هالحالي بس الناس كمان عايش بجو من الإرهاب النفسي صاريت هيدا بدو التفكيك نحن ما بيدنا نغير اللي عم يصير بسوريا اللي هو دراماتيكي اللي هو رهيب يلي بالأخير السوريين صاروا أربع ملايين برات البلد بالعراق وبلبنان وبالأردن في كارثة كبرى بالبلد الكبير المحيط فينا اللي ما عنا غيره جار لأنه إسرائيل مشجار إسرائيل عدو هيدولا هنن الجيرانا هيدولا وقعين بكارثة شو منعمل أوكي أنا مع مساعدتون وكل واحد يعمل اللي بده إياه بالسياسة ولكن هالبلد اللي هلقاد يلي قاعد جم هجار الكبير اللي وقع بكارثة ويلي عنده عدد كبير من الناس حين صار طيب ويلي عنده قد نص سكان وناس حين صحيح قد نص سكان وناس حين بس أنا بهذه النقطة ليش ما بتروح الدولة اللبنانية بتولول عند الأمم المتحدة مش لبنان بيقدر يحل مسئلة موضوع اللاجئين السوريين ولا ممكن تنحل باحتقارهم وإزلالهم وتحملهم كل المبيقات لأنه حرام وعيب وما بيصير وفي شيء اسمه قواعد ما بالدنيا فيه قواعد ما الاجتماع البشري خلق شيء اسمه حقوق الإنسان وخلق شيء اسمه القانون الدولي وإلى آخر بس في حل ما عم يعملون لبنانيين مسؤولين لبنانيين الأمم المتحدة مفروض تجي ترعى هي دي مسئولية دولية مش مسئولية لبنانية لا فيني كحشهم وحطهم برات البلد ولا فيني زلهم أكتر ما هنه أصلا زلهم الواقع ومزلولين ومين بدي يكون مسؤول عنهم ليش بس كمان دخلناهم يعني بالأمور الداخلية اللبنانية دخلناهم ببعض المشاكل يلي عم بعينوا من اللبنانيين مشاكل اجتماعية دخلناهم بالمشاكل الأمنية دخلناهم بالمشاكل السياسية لأنه ما فيه إطار مرجعي لأنه ما فيه إطار مرجعي ما فيه إطار مرجعي عند الدولة لا عند الدولة وعم قول أنا بما يخص اللاجئين يفترض بأنه بالعكس أصلا هيدا لازم يكون نعمة على لبنان وليس نقمة إذا بقدر الواحد يقول هيك يعني مفروض أنه لبنان يجي مساعدات وتجي موظفين من الأمم المتحدة وينظم شؤونهم لهي دولة الناس ويعني يتسببوا من غير ما هنن يقصدوا بأقل ما يمكن من الأذى للبنان وهنن كمان يعيشوا بكرامة من هون لا يرجعوا على بلادهم لما بتهدى الأمور بلادهم لأنه رح يرجعوا ما حدا منهم مبسوط يعني بأنه ينام بالشارع بالأخير أو بهيدي الوضعية جاء بنعمل هيك يبدأ تنفلت كمان هون الغرائز تبعا اللبنانيين وصير يقول لك عجقت السير ببيروت سببها السيارات اللي جاية من سوريا تصور عجقت السير ببيروت اللي كل عمرة موجودة هلأ صاروا الناس برأيهم أنه سببها السيارات السورية الكتير اللي زادت مظبوط بتزيد مشكلة مظبوط أنه اللبنانيين كانوا أصلا بلا شغل وكان في نسبة بطالة مبعف قديش 27% بين الشباب مظبوط أن وجود شباب مستعد يشتغل بخمس تلاف أو بأكله بيخلي أنه اللبناني بيفقد شغله مظبوط بس حلة كيف بقتلوا لهيدا اللي جاي ميت جوعه وهربانه من القصف بكحشه شو بقدر أعمل فيه بزدته بالبحر بجيب الأمم المتحدة هي تتولى مسؤوليته وتعطي اللبناني وتعمل قطر وبقبل أنه أوكي بدي أتحمل هالمصيبة بس كمان بهذا الموضوع يعني وقت منيجي بنحكي نحن عن موضوع الإرهاب في لبنان ومنقول أنه في خلايا إرهابية دائما بروح الاتهام أنه هذه الخلايا مرتبطة بالمعارضة السورية مرتبطة بالمعارضين السوريين موجودين في لبنان وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس تبنى الاتهامات والدليل آخر قصة الرواس طلع أنه زلمة فلسطيني مع الأسف تبرت منه حركة حماس قالت مخصني فيه أخولة واحد عندي هذا طبع الصواريخ طيب مش مظبوط ما نستسهل الحكي الإديولوجي يعني ذات عن أبو جنب طيب حتى شغل المعارضة السورية يعني ريمية حسب معرفة أنه في عندك معلومات إلا على أبي السيارة التي استخدمت بالهجوم أمام مسجد السلام بقى فينا نعرف شيء عن هذه المعلومات صحيح بسام يعني دعني أشير بداية إلى أن الأجهزة المعنية ما زال تواصل عملها هنا في مسحة الأضرار ودعني في هذا الإطار أشير إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد نوع السيارة التي انفجرت أمام مسجد السلام وهي سيارة ربعية الدفع من نوع فورد زيتية اللون وقد تمكنت كاميرا الأل بي سي من التقاط يعني من تصوير إذا صح تعبير الهيكل المتبقي من هذه السيارة يعني لا أدري إذا كنتم تشاهدون هذه الصور وتمكننا أيضا من القراءة رقم الهيكل وقد تأكدنا بحسب الأجهزة المعنية من أن هذا الهيكل يعود إلى السيارة التي استخدمت في التفجير الذي حصل أمام مسجد السلام أذكر بأنه يعني صباحا أفدت المعلومات الصحفية إلى أن زنة العبوة هنا بلغت هي مئة وخمسة وسبعين كيلو جراما من مادة الـ TNT إضافة إلى نترات يعني هذه المعلومات الصحفية يعني إضافة إلى ذلك علمنا من مصادر مقربة من اللواء أشرف ريفي بأنه يعني سائق السيارة التي انفجرت هنا حول ركن هذه السيارة بداية يعني أمام منزل أو مبنى اللواء ريفي إلى أنه أمن المسؤول عن مكتب اللواء ريفي يعني طلب من سائق السيارة الابتعاد وركن السيارة في مكان بعيد لأنه غير مسموح لأين كان أن يركن السيارة هنا وبالفعل سائق السيارة انتقل من أمام مبنى منزل اللواء أشرف ريفي إلى مقابل هذا المنزل وهنا يعني إلى مسجد الأسلام حيث ركن هذه السيارة وانفجرت بعد دقائق من هذا الحديث أشير أيضا إلى أنه هيكل يعني الحديد وما تبقى من هيكل السيارة علمنا أيضا من مصادر مقربة من اللواء أشرف ريفي موجود في منزل يعني على على شرفة منزل اللواء أشرف ريفي طبيعة بطبيعة الحال بسبب قوة الانفجار وكما ذكرت يعني تشير المعلومات حتى الساعي لأن زنة العبوة بلغت مية وخمسة وسبعين كيلو جرام ممدة التي أنتي والنيترات الشديدة الانفجار في في عبوة مسجد السلام بسام شكرا للزميلة ريمي يعني ان شاء الله أنه يكون هال أنه التعرف على السيارة هيك مازال حرس اللواء ريفي جادلوه معناتها ممكن يتعرفوا عليه أو ممكن يعطوا أوصافوا ممكن ممكن حتى فيه كاميريات كتير بالمنطقة وخصوصا قدام المبنى اللي بيسكن فيه اللواء ريفي طبعا أنا بدي أقول شغلة تانية كمان من باب العدل ما معنى كل الاهتمام بمسجد السلام؟ وين هو مسجد التقوى؟ بس لأنه باب التباني ومعطرين وفقرة بس بعتقد لأنه يمكن يعني العدد الزميلات والزمرة يمكن محدود مش منكم من كل شي لا كل الناس عم يهتموا بالانفجارين مسجد التقوى اللي انفجر بحي شعبي هو أكثر الأحياء بؤسا بلبنان حسب تقارير الأمم المتحدة يستحق هو وأهله وهو الوحيد كل مواطن ترابلسي تضرر يستحق الاهتمام وكل مواطن ترابلسي كان ضحية لهذه الهجومين الإرهابيين يستحق الاهتمام دكتورة نهر الشهال بدي أشكر مشاركتك سعيد أهلا وسهلا فيك مشاهدينا أيضا بشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء شكرا